اقرأ وارتقي مع الأستاذ فارس جمال بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم مستمعين الكرام وعدناكم في الحلقة الماضية أننا سنتكلم في هذه الحلقة عن القراءات القرآنية وناخذ عنها لمحة سريعة ما زالت القراءات القرآنية تنقل صوتيا جيلا عن جيل إلى عصرنا الحاضر فهي ما زالت موجودة يتلقاها قراء متخصصون وليس كل مسلم مطالب أن يكون متقنا لها ليأتي السؤال هل كلنا محدثون هل كلنا فقهاء كذلك ليس كلنا قراء لكن من فروض الكفاية في الأمة أن يكون بيننا محدثون يضبطون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك خشية أن يدخل عليها التغيير ومن فروض الكفاية في الأمة أن يكون بيننا قراء يضبطون النص القرآنية بقراءاته المختلفة فهم شريحة من الأمة يقومون على حراسة زاوية معينة من الشريعة الفقهاء يحرسون جانبا والأصوليون يحرسون جانبا وكذلك الدعاء يحرسون جانبا المفكرون الإسلاميون يحرسون جانبا وكذلك الاقتصاديون الإسلاميون يحرسون جانبا والكل يتكامل في حفظ الشريعة وحفظ الدين هذه القراءات القرآنية من فضل الله إلى الآن بعد ألف وأربعمائة من السنين ما زال بيننا قراء متقنون في كل البلاد الإسلامية وفي شتى بلاد الإسلام وما أنا المتحدث إليكم إلا واحد من أصغرهم حيث تلقيت القرآن الكريم ولله الحمد عن شيوخي بأسانيدهم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة أسماؤهم اللهم المشايخ ومعروفة وفاتهم ومعروفة حياتهم ولو رآهم البخاري لأخذ عنهم يكفيهم أن الله انتقاهم لنقل كتابه جيلا عن جيل قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا انظروا إلى كلمة اصطفينا من المصطفي إنه الله سبحانه وتعالى لقد سمعت القرآن من شيوخي بأذني عندما نطقوه ونطقته أمامهم وسمعوني بآذانهم وهكذا فعلوهم مع شيوخهم وشيوخهم هكذا فعلوا مع شيوخهم من قبلهم إلى الصحابة الكرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن عندما نقول إن القرآن متواتر فإننا لا نقول كلاما خطابيا ولا نقول كلاما أجوفا بل نتكلم عن حقائق ولله الحمد والمنة فارفعوا رؤوسكم عاليا أيها المسلمون وافتخروا بأن كتاب ربكم الذي تمسكونه بأيديكم وصلكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم مكتوبا ومنطوقة بأعلى طرق التوثيق المعروفة التي يباهي بها الآن التي يباهي بها الآن أهل الجامعات ويتكلمون عن المنهجية والموضوعية في نقل الأخبار الذي فعله أسلافنا رضي الله عنهم هو أعلى درجات التوثيق ولله الحمد والمنة فافرحوا بهذا واشكروا نعمة الله عز وجل على وجود القرآن الكريم بيننا صحيحا غير مغير كاملا غير منقوص ولا محرف ولا يصيبه التغيير ولا التبديل أبدا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان فقد ورد في بعض الآثار إن آخر أمر القرآن يستيقظ الناس صباحا وإذا بكل من يحفظ شيئا من القرآن قد نسيه والمصاحف تصبح أوراق بيضاء ويكون الله قد تخلى عن أهل الأرض لكثرة الفساد في ذلك الزمان وكأنه يقول سبحانه لستم أهلا لأن أترك كلامي بينكم فكل الموجودين في ذلك الوقت هم من شرار الخلق ويقولون لقد قان آباؤنا يقولون الله الله لفظة كنا نسمعها منهم لكن لا نعي ولا نعرف معناها فعلى هؤلاء القوم تقوم القيامة نسأل الله العافية لنا ولكم ونتعاهد بمعيتكم أن نقبل على كتاب ربنا وأن نقراه بتمع لأن الله أنزله لنتدبر إذن القراءة أولا فالتدبر ثانيا فالعمل بمقتضى القرآن ثالثا القراءة هي رقم واحد فقط ثم التدبر فلا تكفي قراءة دون تدبر فإذا قرأنا وتدبرنا وفهمنا لا يكفي وإنما لا بد من العمل أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن يديم علينا هذه النعمة وأن يلين ألسنتنا بتلاوة القرآن الكريم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن الكريم وأن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين الآن مستمعين الكرام حننتقل إلى الجزء الثاني من الحلقة حنستضيف في القارط ليقرأ من سورة ياسين من آية رقم سبع ثلاثين أتفضل يا رواحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم سكن الراء كالعرجون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون طيب شدد الياء وراء في كلمة ذريتهم وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون زيد في غنة الإخفاء يوقذون فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون طيب فإذا هم من الأجداث عندك إضغام متماثلين وقلقلة الجيم في الأجداث انتبهنا فإذا هم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا طيب يا رواحة عندنا هنا وقف على كلمة مرقدنا سكتة وليس وقف هي سكتة لطيفة بزمن عادة لا يتنفس فيه هي سكتة لطيفة على كلمة مرقدنا عندنا برواية حفص عند عاصم أربع سكتات واجبة السكتة الأولى اللي هي في أول سورة الكهف في أول آية اللي هي عواجة قيما لينذرة السكتة الثانية اللي هي في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن السكتة الثالثة في سورة القيامة وقيل من راق والسكتة الأخيرة والرابعة اللي هي في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فنباك تسكت سكتة لطيفة بزمن عادة لا يتنفس فيه يعني تسكت سكتة بدون تنفس قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الغين مضمومة ضمها في شغل برواية شعبة نسكن فيها الغين لكن هنا حفظ في شغل فاكهون انتبه لها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أحسنت وبرك الله فيك رواح على هذه التلاوة الطيبة المباركة طيب قبل ما نختم هذه الحلقة مستمعينة حابين نستخرج الأحكام التجويدية اللي في آخر آيتين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون سلام قولا عندنا في نهاية كلمة سلام تنوين بعد قاف يكون هذا الحكم التجويدي إخفاء حقيقي ينطق هكذا سلام قولا طيب قولا من قولا من تنوين بعد ميم يكون حكم الإضغام بغنة من رب نون ساكن بعد هراء كذلك إضغام بغير غنة ورب الرحيم برضو تنوين بعد هراء إضغام بغير غنة إذا وقفنا على كلمة رحيم فيها مد عارض للسكون عند الياء امدينا لمدها بمقدار حركتين رحيم وامدينا كمان لمدها بمقدار أربع حركات رحيم وكمان مدينا لمدها بمقدار ست حركات أكثر من ذلك بشوية وامتازوا كلمة وامتازوا ميم ساكن بعد هتاء في وسط هذه الكلمة يكون حكمها الإظهار الشفوي تقرأ هكذا وامتازوا طيب وامتازوا اليوم أيها الياء في كلمة أيها مشددة ومعلوم أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك لابد أننا نضغط على الحرف المشدد حتى يظهر في النطق وهذا ما يسمي علماء الأصوات بمصطلح النبر وهو الضغط على الحرف المشدد كلمة المجرمون الجيم تقلقل في هذه الكلمة قلقلة صغرى لأنها ساكنة وإذا وقفنا كذلك على كلمة المجرمون فيها مد عارض للسكون يمد من مقدار حركتين أو أربعة أو ست حركات نكتفم هذا القدر مستمعين الكرام على أمل أننا نلتقي فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في أمان الله اقرأ وارتقي مع الأستاذ فارس جمال ترجمة نانسي قنقر